أنواع السياحة عندي متعددة في الوطن العربي تمام؟ والسياح السياح بيزوروا وطننا العربي عشان يستمتعوا بأنواع السياحة المختلفة دي ركزوا كده معايا وبصوا على الشاشة وشوفوا الشكل اللي معايا عندنا السياحة الثقافية وهنقول عليها أمثلة وهنشوف صورة ليها وكذلك السياحة الترفيهية والسياحة الدينية والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة التسوق والسياحة الرياضية والسياحة البيئية كل دي أنواع سياحة موجودة في وطننا العربي تعالوا نشوف أول نوع عندنا وهو السياحة الثقافية ودي بتشمل ايه؟ بتشمل زيارة المواقع الأسرية والتراثية زي مثلا الأكسر في مصر تمام؟ وتدمر في سوريا والقيروان في تونس وبابل في العراق وكمان عندنا السياحة الترفيهية ودي عبارة عن ايه؟ عبارة عن زيارة الشواطئ زي اللي موجودة في مصر وليبنان وكمان المغرب بالإضافة للرحلات النيلية في أسوان بمصر ومعايا صورة هي بتوضح لكم ايه دي السياحة النيلية تمام؟ دي طبعا ضمن السياحة الايه؟ الترفيهية اللي موجودة في أسوان بمصر وهنا في سياحة الشواطئ ودي برضو من السياحة الترفيهية طيب هنا ممكن يجي سؤال في النقطة دي ازاي؟ ممكن اقول لك تعتبر سياحة الشواطئ ضمن السياحة نقط او اعملها لك اختار من بين الأقواس فيبقى هنا ضمن ايه؟ سياحة الشواطئ ضمن السياحة الترفيهية طيب لما اقول قيام السائح بزيار مدينة الأكسر تبقى ديه ضمن قيام السياحة الايه؟ السياحة الثقافية تعالوا نشوف نوع آخر من السياحة وهو السياحة الدينية وده هنا بيقصد به زيارة الأماكن المقدسة زي المساجد عندنا طبعا المسجد الحرام في السعودية تمام؟ والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة في فلسطين ودير سنت كاترين ومسار العائلة المقدسة في مصر تمام يا شباب؟ طيب ايه نوع آخر موجود معنا في أنواع السياحة؟ السياحة العلاجية السياحة العلاجية دي تتمثل في ايه؟ تتمثل في زيارة بعض الأماكن بهدف أو بغرض الاستشفاء والعلاج من بعض الأمراض زي مثلا العيون الكبريتية اللي موجودة في واحد سيوة وعيون موسى ودي موجودة في مصر اهي صورة معايا بواحد سيوة طيب وكمان عندي منطقة أخرى اسمها عين معين في الأردن ودي صورة برضو ليها طيب عندنا نوع آخر من السياحة وهي سياحة المؤتمرات والمعارض ودي تتمثل في ايه؟ تتمثل في حضور المؤتمرات والمعارض الدولية زي اللي موجودة في مصر وقطر والإمارات وكمان السعودية تمام يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض معنا ايه تاني من أنواع السياحة عندنا السياحة البيئية طيب ويعني ايه السياحة البيئية؟ دي سياحة تتضمن سياحة السفاري وزيارة المحميات الطبيعية والمناطق الصحراوية ماشي؟ يبقى هنا برضو ممكن يجي يقولك صحة ولا غلط تعتبر سياحة السفاري ضمن السياحة الطرفيهية هنا هتقوله ايه؟ غلط لأنها ضمن السياحة الايه؟ البيئية تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن